بتعلمة من الوزير الأول نور الدين بدوي منحت اليوم وزارة التربية الوطنية رخصة خاصة للتلميذ هواري باتول من وهران لاجتياز شهادة البكالوريا وهذا عقب النداء الحصري الذي بثه التلفزيون الجزائري الرخصة هذه سلمها للمترشحة بمقر سكنها والي الولاية مولود شريفي سيتم تكفل بتنقلها إلى مركز إجراء الامتحان سيكون فريق من الحمال المدني وفريق من مدرية التربية خصيصا لها سيكون إلى جانبها لكي يتكيفوا مع ظرفها الخاص لكي تجيب على الأسئلة أجواء من الراحة والبهجة سادت العائلة بعد قرار الوزير الأول على أن يعمم الإجراء على الخالات الممثلة يعجز اللسان عن التعبير على هذا المساعدة المتقدمة من عند الوصاية والمسؤولين المحليين على مستوى الولاية ليساعدوني في البنت باش تحقق هذا الأمل اللي كان عندها الرغبة ساعدتنا الوزارة مدير التربية سيد الوالي نشكرهم نتمنى لها التوفيق هي وقع لجميع التلاميذ ما غاليش نخيب الضانة تساحهم هذي نركزه هذي نرقع الجهد تاعيبه نفرقهم ونكون في النهار اللي تخرج النتائج تفتحروا بيه وتحرص الدولة دوما على ضرورة الاعتناء بمستقبل الأجيال الصعيدة الذين هم عماد المجتمع الساعة تشير حوالي السابعة صباحا هي اللحظات الأولى لنقل التلميذ البتول نحو ثانوية علال سيد محمد بوهران كل التدابير تم اتخاذها لتسهيل اجتياز امتحان البكالوريا فريق تربوي سخر قصد مرافقة البتول التي تحرص على الإجابة لكل أسئلة مواد الامتحان فيه طبيب نفساني فيه كل الظروف بصفة عامة مهيئة باش التلميذ هذه المترجحة باتول ان شاء الله تفوت الاختبار التاحة وانتحان البكالوريا فيه ظروف جيدة وجيدة شئدا ان شاء الله الحمد لله يعطوني الرخصة ومشكر تلفزيون جزائري اللي كان اهم نقطة اللي ساعدتني بها وطلتني الرخصة بها قد نفوت البكالوريا مطمنا بزاف بلي بنتها في الظروف مناسبة ونتكل عليها وعلى ربي والنجاح للجامع ان شاء الله والتوفيق حض موفق للبتول وكل المترشحين عبر كافة أنحاء وطننا الحبيب